ما حكم الشرع في نظركم الشيخ صالح الفوزان في شراء سيارة من أحدى معارض السيارات بنظام التأجير هذا بنظام التأجير ما يصير بيعه يقول اشترى سيارة نعم والشراء غير التأجير الشراء غير التأجير لكن لعله يقصد الآجار المنتهي بالتمليك نعم هذا حرام ولا يجوز عقد باطل وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في تحريمه وأنه عقد باطل لأنه يشتمل على عقدين مختلفين عقد إيجارة وعقد بيع ثم أيضا السيارة التي اشتراها لا يدري ما تقول إليه في المستقبل ربما تتلف ربما لا تساوي شيئا فهذا بيع مجهول أيضا وأيضا هو بيع معلق والبيع المعلق لا يجوز لا بد أن يكون البيع منجزا نعم ترجمة نانسي قنقر